موسيقى ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين لو اول مرة تشوفوا القناة انا لورا وبنقدم في القناة دي محتوى خاص بالرسم والفنون والاعمال اليدوية في فيديو النهاردة هنرسم رسمة تعبير فني تعبير فني ده اللي كان بيجينا زمان في الامتحان بتاع دادي وكنا لازم نرسم مشهد كده يطلب منك مثلا مشهد من الطبيعة او يطلب منك مشهد السوق او يطلب منك مشهد زي اللي هنرسمه النهاردة مثلا نهر النيل بيعبر عن ايه في امتحان فنون جميلة اللي كان من يومين او من يوم حسب ما الفيديو هينزلكو طلب منهم ان هم يعملوا تكوين بيعبر عن اهمية النيل في حياة الانسان المصري على ان يكون الانسان عنصر اساسي بالتكوين مضافا خلفية تعبر عن الزراعة او الصناعة او الحضارة مع مراعاة مع مراعاة نسب العنصر الانساني والظل والنور والمنظور هو هنا قال المنظور يعني ايه منظور هنشرح يعني ايه منظور هنعرف ازاي نرسم الانسان صح ايه النسب الصح ان انا ارسم انسان وهنعرف ازاي نعمل زل ونور ده كده فيديو سريع هيعرفكم كده كل حاجة بسرعة طبعا الاختبار ده مش بيتكرر يعني الاختبار ده مش هيتكرر تاني الاختبارات اللي جاية اكيد هيكون فيها اختلاف شوية لكن انا اعرفك الاساسيات وانت انطلق ده مش بس الفنون جميلة ده الفنون جميلة تربية نوعية قسم فنون وتربية فنية هو ده شكل الامتحان بالنسبة للسؤال التاني فده هيكون في فيديو منفصل وده اللي هو سؤال التصميم الابتكاري تعالوا بينا نبدأ الفيديو ده هل فنون تطبيقية هينفع معاها الامتحان ده؟ هو فنون تطبيقية شوية بتتك على حتة المنظور او المنظور الهندسي وبيبقى مختلف شوية بس لو السؤال جي زي ده فامتها هتجاوب عليه زي ما احنا هنجاوب عليه دلوقتي مفيش اي اختلاف تعالوا نشوف الادوات اللي احنا هنستخدمها وفي النص هدردش معاكم عن كل حاجة ما تقلقوش خالص الادوات اللي انا هستخدمها اول حاجة عند الاقلام الرصاص هستخدم الام اول حاجة الام اتش بي الام تو بي الام فايف بي او سكس بي او سيفن بي اي حاجة ما عرفش فيه سيفن بي ولا او فيه لحد ايد بي تقريبا المهم يكون معايا الام غامق كل ما رقم البي ده بيزيد كل ما الالم بيكون اغمق هتشوفوا دلوقتي اهمية الالم الغامق ده مطروحوش الامتحان وانتو مش معاكم الالم الغامق ده مهم جدا جدا يكون معايا استيكا براية ومسطرة القطر ده بديل للبراية بس ما اعتقدش هتحتاجو في الامتحان ابرو بي قبل ما اتروحو انا بحب بري جدا بالقطر لان هو بيحافظ على الالم وبيخلي الباري كويس معايا وانتو لما تدخلوا كلان شاء الله هتعرفوا ان اصلا الباري هيبقى بالقطر فقط هبدأ الرسمة بتاعتي بالالم الاتش بي هحدد اللوحة هو هيطلب مني في مقاس معين غالبا بيكون خمسة وعشرين في تلاتين فهحدد المقاس عندي مهم جدا ان يكون الورقة نظيفة جدا النظافة مهمة جدا معرفش كمان اختبار تربية نوعية بيركزوا جدا على موضوع النظافة ده فخلي بالك حددت لازم يكون الاطراف كلها تقريبة متساوية علشان ما سيبش اطارات بره كده يكون معاوج او كده لازم ادي انطباع لللي بيصحح ان انا فاهم هبدأ اعمل تلات خطوط اول خط هيكون هو خط الافق بعيني هقسم الورقة لتلاتة واحد اتنين تلاتة شايفين التلات ده اول حاجة خط الافق وفي النص هيكون عندي مساحة فاضية وده خط الارض خط الارض اللي هيكون واقف عليه الاشخاص او ده هيكون ضفة النيل بتاعتي شايفين انا كده عملت اول حاجة ضفة النيل شايفيني الحركة دي تديني عمقه كده حركة دي تمام خط الافق ده يعني ايه خط الافق ده هو اخر نقطة بتشوفها العين وانا واقف على الارض هتشوف من عليه حاجات يعني بصوا تكون صغيرة جدا وممكن تكون بهتانة خالص اول حاجة عايزة اعرفكو يعني ايه منظور حر يعني من غير ما استخدم مصطرة هقدر احدد احجام الاشخاص او احجام الاشياء اللي موجودة عندي اللوحة شوفوا الراجل ده شكله عامل ازاي مبدئين كده انا هرسم الاشخاص بشكل كروكي جدا بعد كده هبدأ امسك كل شخص ازبط الحركة بتاعته ازبط النسب بتاعته وازبط الظل والنور محدش يقولي لازم ازلل اه لازم تزلل ولازم تفاهم اللي بيصحح ان انت فاهم تزليل مايهمكوش خالص انا هشرح دلوقتي كل حاجة وهشرح نسب رسم البني ادم بس انا زي ما اقولكو في البداية هبدأ احدد الامير انا هعبر في اللوحة دي عن الحضارة اللي بتبقى حوالين النيل في صيد في الناحية التانية عمارات في بيوت في ناس بتمارس انشطة حوالين ضفة النيل نيل يعني مراكب معروفة هرسم الصندل اللي بيكون فيه شخص بيجدف وده من قلطف واجمل المشاهد اللي ممكن نشوفها على النيل زي ما انتو شايفين كلها اشكال هندسية بسيطة وسهلة شايفين الفرق ما بين الراجل اللي واقف في المستوى الاول عندي على الارض والراجل اللي واقف في مستوى التاني او اللي قاعد في المستوى التاني على ضفة النهر بيبقى حجمه اصغر شوية برضو حدد مكانه كروكي كده لحد ما استقر على ايوه انا عايزة عايزة الشخص ده يفضل في المكان ده وعايزة شكله يبقى كده كأن فيه شبكة جوه الصندل ده او جوه القارب الصغير ووقع شوية جوه المي شوفوا اه المي بتترسم ازاي ما بدهاش لون قاطم لأ خالص تطشات خفيفة جدا هتظهر ان دي مي الاماكن اللي ورا اللي هي هتبقى على خط الافق بتبقى واقف على ضفة نهر النيل شايف الضفة التانية بالشكل ده بيكون عليها بيوت صغيرة بيكون عليها مسلا اه جامع مئزانة جامع اه ممكن برج حمام اه مصانع مسلا ممكن اكون شايف اه لو في حاجة زي المراكب اللي بتبقى السياحية ممكن اشوفها انا هنا هعمل اشكال بسيطة خالص علشان انت لو حتى مبتدئ مش هصعب عليك الموضوع برضو لو في شجر شايفين مساحة الشجرة صغنونة ازاي صغنونة جدا شايفين الفرق ما بين القارب البعيد والقارب القريب هو ده المنظور اللي بيبقى قصده عليه في امتحان فنون جميلة او امتحان تربية نوعية او امتحان تربية فنية هو ده المنظور اللي هو عاوزه لو انت عايز بقى تعمل من نقطة واحدة او منزور من نقطتين ده هتستخدم فيه ده ده مرحلة يمكن يكون ليفل اعلى شوية هتستخدم فيه بقى مسترة شوية يعني مش في كل الحاجات حاجات بسيطة جدا لو انتوا عايزين اعمل منزور من نقطة واحدة او من نقطتين اه ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وهو عملكو فيديو مخصوص طبعا موضوع المنزور نقطة واحدة ونقطتين ده خاص اكتر بفنون عمارة لكن احنا هنا بنتكلم عن فنون جميلة قسم فنون مش عمارة لكن عمارة لازم يكونوا عارفين موضوع المنزور ده كويس جدا زي ما انتوا شايفين هرسم نخلة شايفين برضو النخلة اللي هنا اكبر بكتير من النخلة البعيدة رسم النخلة سهل جدا بيدي منظر الجمالي وبيملى الورقة عندي بسرعة شايفين مسلسات على الجنبين وهبدأ اعمل الورق بتاع النخلة او الزعف بتاع النخلة شايفين بقى اه انا دلوقتي مستخدمة القلم اللي هو الغامع اا بيملم سحاك معي بسرعة بيساعدني ان احددوا الزل ونور بسرعة بس ما ترسموش بيه في الاول ما تضغطوش على القلم جامل دي نصايح مهمة جدا بتضغطوش على القلم جامل اا مترسموش بالقلم الغامع في الاول خففوا اوديكو خالص وهوريكو دلوقتي ازاي تمسكوا القلم لو انتوا عايزين تظللوا مساحة كبيرة احدد هنا شايفين استهم اللي انا عملته ده يعني الاضاءة جاية من هنا انا همسحه في الاخر لكن انا بحدد لنفسي مكان جاية منه الاضاءة كأن مثلا الشمس جاية من ناحية دي بانا كل حاجة غمقة هتكون الناحية التانية وكل حاجة فتحة هتكون ناحية الاضاءة يعني زي ما نشايفين الجنب ده بتاع النخلة انا هضغط عليه قوي وغمقه شوية بحيث ان انا ابين ان انا عامل ظل ونور الشخص ده انا هبدأ ازبط فيه فيه هنا شخص انا قررت ان انا اعمله واحدة ست قاعدة بتبيع حاجة او قاعدة كده قدامها طبق فيه حاجة زي ما انتم شايفين كأنها قاعدة مسلا مربع رجليها والطبق قدامها ممكن تكون بتبيع دورة مسلا او بتبيع تين شوكي هي عاجة زي كده هي دي الانشطة اللي بتمارسها على ضفاف النيل يعني عن مارس ايه غير كده واحد بيصطاد واحد ممكن نعمل حد مسلا واحد بيتمشى ماشي عادي كده واحد بيبيع اي حاجة العربية لكن ممكن يكون المشهد ده شوية ايه يعني ريفي شوية لو عايز تعمل مشهد حضري اكتر من كده ممكن تحط مسلا سفينة كبيرة زي مسلا اللي بيبقى شكلها حلو قبي دي وبيبقى ما تحطش بقى نخلة ممكن تحط شجر عادي آآ يعني ممكن تعمل زي كورنيش فيه افكار كتيرة جدا بس انا حبيت دي اسهل فكرة يعني ممكن تنفزها سهلة جدا 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 خط الارض كمان بيدي شكل جميل وبيباين ان انت فاهم هظل كده كل مكان معرض للضوء بيبقى افتح من اي مكان تاني مش داخله الضوء لبط بقى كوز الدورة علشان يبقى باين ان ده كوز دورة الى حد ما يعني لازم برضه اوضح كل شكل انا متأكدة ان انتو لو رسمتو ده يطلع احلى من رسمتي مت مرة انا برسم كروكي يعتبر انت قاعد في الامتحان عندك ساعتين ونص خلي بالك السؤال ده بيكون عليه ستين درجة الامتحان من مية ده عليه ستين درجة والتصميم اللي ابتكاري عليه اربعين درجة فده مهم جدا هترسم برواءة عندك ساعتين ونص ساعتين ونص يعني ده انا رسمية في اقل من ساعة اللوحة اللي قدامكو دي ترسمت في اقل من ساعة فانت في خلال ساعة تقدر ان انت يعني ترسم دي وزيادة عايز تزود حاجة تقدر تزودها هو في الامتحان عايز يقس قدرتك على منظور ونسب وتظليل مش اكتر من كده ما تعملش اقل من ثلاث اشخاص انا افضل كده يعني هو عايز تركز على العنصر البشري عايز يشوف عايز يقس عندك النقطة دي بالذات العوامل اللي بتبقى في القوارب دي بتبقى مش علاقة كده في المركب نفسه شايفين القارب ده رامي ظل على النيل فامدي ظل تحته تعالوا نظبط الراجل ده لو حاسس ان انت مش هتقدر ترسم شخص قاعد كده مع انه هو سهل جدا بصتوش اي حاجة اه ممكن تعمله بعيد شوية وتصغره يعني علشان لو انت مش قادر تجيب تفاصيله قوي تصغره يبقى انت عندك الست دي سهلة جدا فاش حاجة الراجل اللي بيصطدى حالا هنعرف ازاي نظبط النسب بتاعته شوفوا بقى انا علشان ارسم بني ادم لازم اعرف حاجة جسم المني ادم عبارة عن راس وتمن اجزاء قد الراس يعني الراس جز اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى البني ادم تمن اجزاء المقياس بتاعي هو الراس هوريكو ازاي على جنب كده انا هرسمه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية هو ده عندي البني ادم بالراس تمام حمسح بقى اللي انا عملته ده علشان ده ما تصورش الكاميرا فاصلت مني فانا عايز اشرحه لكم بالتفصيل ادي من اول التلاتة ونص هبدأ اعمل الرجل شايفين ده الاول جزء ده كان عند اه العظام بتاع الحوض او الفاخد وبعد كده الرجبة وبعد كده الجزء بتاع القدم من تحته خالص مفصل القدم من تحت وقمت مقفلة عليه كده باشكال مخروطية شايفين سهل خالص فمش حاجة وهبدأ الابسه كده لبسه با بالقلم الغامل ورجلية وهمسح بقى الدوائر اللي انا عملتها دي كانت عبارة عن انها ليست الا مجرد يعني اه خطوط كده ارشادية مش اكتر هظلل اي مكان غير معرض للدوء بيبقى اغمأ من اي مكان معرض للدوء موسيقى 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 مثلا كاب او اي حاجة وعموما يعني في الرسومات اللي بيبقى كده الوشوش ما بتبقاش تفاصيلها زهرة مية في المية عملت له كرسي علشان يعود عليه سهل جدا اه دايرة ونزل منها اربع اه عصيان مش اكتر من كده وحطت قدامه سلة كده برضو الحاجات دي بتدي غنى غنى للوحة السلة دي يعني سلة سهلة لو انت مش تعرف ترسم السلة دي بتخشش الامتحان هشخطني يعني في حاجات كده سهلة خالص انت اصلا علشان تخش الامتحان زي كده لازم يكون عندك حب للرسم وعندك الاساسيات لان كليات الفنون يا جماعة لو انتو شفتوا فيديوهات اللي قبل كده شغلها جامد جدا ولو انت مش حابب الموضوع فما تتعبش نفسك في كليات فنون لكن لازم يكون انت حابب الموضوع حابب الرسم وعندك استعداد ان انت تبزي المجهود علشان ما تتعبش نفسك على الفوض مش بحبتك صدقني بس هو ده الصح ظللت الارض وكل بقى الارضيات عندي ازلال في السماء خفيفة خالص بالقلم الاتش بي او التو بي واخفف ايدي خالص مسكة الالم بميل مش بزاوية يعني قائمة كده زي ما بنيجي نكتب علشان ما يحفرش معي وهخطط اللوحة بتاعتي من برا علشان اعمل لها اطار شكله حلو انا افضل ان انت تعمل اطار الاطار بيدي شكل قيم للوحة الا لو انت عندك المساحة الورقة انا مش عارفة مساحة الورقة المتحين كان بالضبط ايس بالمسطرة ويزبط نفسك بحيس ان انت حتى تبقى عامل اطار خفيف كده لبرا شوفوا استيكة الفحم لطيفة جدا بعرف اشكلها زي ما انا عايزة واخفف اي اماكن كانت غمقى عندي عايزة اديها اي نوع من انواع الزلال لو الفيديو عجبكوا اعملوا لايك علشان الجزء التاني بتاعي التصميم الابتكاري ان شاء الله ينزل وكمان لو عايزين اعمل آآ من نقطة واحدة او من نقطتين قلولي علشان اعملوا آآ افعلوا الجرس لان الجرس هو اللي هيقول لكم ان انا نزلت فيديو هزلل على الشخص ده. ابدأ اراجع بقى. اشوف انا فيتني ايه? ايه سايبه? ايه مش متزلل? ايه محتاج? ااكد على الظل بتاعه? ايه محتاج ان انا ااكد على النور بتاعه باستيكة الفحم امسح مسلا شوية. اعتقد ان انا اا كان المفروض برضو اظل لناحية النخلة كده بس انا نسيته انتو بقوا اعملوا كده. اا يعني خايف اقول لكم ارسموا وبعتولي تابعوا معي يعني خايفة جدا اقول لكم كده ما اقدرش نتابع معاكم على الانستجرام بس بس لو انتو فعلا محتاجين سؤال ضروري او كده ابعتولي الانستجرام بتاعي هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس اا اطلورا اندرسكور يعقوب و اا هتواصل معاكم ما فيش مشكلة بس يعني لو ما ردتش ما تزعلوش ما تعلقوش الامتحان كله على رضي فاهمين انا الكلام هنا واضح خالص وبسيط لو حابين سؤال يعني حاجة قوية جدا انا معايكم ما فيش مشكلة بس المشكلة ان انا اصلا عندي زحمة رسائل في الانستجرام فمش عايز اصحيم الدنيا على نفسي اكتر يا رب ربنا يوفقكم اا اعملوا اللي عليكم وسيبوا البقاء على ربنا ما تتوتروش ما تخافوش ان شاء الله الامتحان ييجي سهل مش هيطلع برا الكلام اللي بنقوله ده لو عايزين فيديو مخصوص عن حاجة معينة اكتبولي ما تنسوش ان انتو تعملوا لايك على الفيديو تشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس وتنسوش تابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك وانستجرام ودلوعد سأقول لكم سلام اشتركوا في القناة